المترجم للقناة دخلتها نعود نرجع من الوناعود نرجع اوكي اوكي وش قلتكم اول سؤال ما طلب مننا هنا يا طلب مننا وش قال لك احسب الطيار اي بي المار على مقاومة اير بي يطلب منك طيار اول حاجة تخمم فيها وش هي ابدأ بقانون قانون اوم ش يقولنا اي ناقل اومي الجهد بين الطرفيه وش يساوي يساوي مقاومته الداخلية في الطيار الذي يجتازو كما هنا حاب نحسب اي بي واش لازمني خرج الجهد في اير بي في اير بي قانون اوم خرج عبارة مجهول وش طلب مني طلب مني حساب التيار اي بي اذا اي بي وش يساوي يساوي يجمع يساوي في اير بي على اير بي اير بي معطاعة كما كم تشوفوا سبعة وربعين كيلو اوم وش بقالي في اير بي انهالي تلقى ديمة جهد مجهول اول تخمم بتاعك وش تخمم خمم في قانون العروات اذا في اير بي وراه جاي في دارة الدخول اذا وش ندير قانون العروات بما انه عندي اتجاه تياه نخرج استقطابيه الجهود اسطقطابيه الجهد في اير بي وش هتكون عكس التيار اير بي من بعد مش نديرو نرسمو العروه مجموع الجهود في ضارة مغلقة وش يساوي السفة اللي تمشي مع العروه تكون موجبه ولي تكون عكس العروه سرباء انا الهدف تع هنا اش يا اجمع وشاني حاب نحسب حاب نحسب في اير بي لانه القيمة تعه مجهولة اذا في اير بي وش يساوي مقاون العروات يساوي في سورتي ناقص في بي و كما تلاحظوا اي بي وش يساوي العبارة كلية ناقص في بي على اير بي من بعدها في سورتي نعوضها باثناش فولت وفي بي يعطيها نقدس صفة سبعة والار بي نعوضها بسبعة عبعين في عشرة قوة ثلاثة اوم اوم بعدها نحسبو التيا هذي بنسبة سؤال تعال كي يقولك وحسب تيا صحيح هل من هناك سؤال ولا ولا لا كان اسئلة ما كانش اسئلة هنا اراح الاسئلة المتبقية كان اسئلة بزافة جماعة لي عندو لي ما عندو اش اه جماعة لي عندو سؤال يسأني يضركوا في هذه اللحظة لحسب الخمسة توت خمسة مبدأ واحد زوج ثلاثة غربعة خمسة ما كان حتى السؤال روح اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها سؤال اه بعثوا لزامي لكم هذا نور ما مياسر والله ما على بيش كون هذا وشي هو باكالوريا وشي هي باكالوريا هذي باكالوريا سؤال ثمنتاش باك الفين واحدة وشين موضوع الول هاكذا راكم شوفوا فيها شوفوا جماعة واش طلب مني من هذا السؤال واش قال لك لتغذية المنفذات جماعة مزيدوش تاك تي في والله كام بتاعكم اربي يحفظكم ان شاء الله اوكي روحوا السؤال هذا واش قال لكم لتغذية المنفذات المتصدرة نستعمل محول له خصائص تايلية هنا فلا تغذية وي الفضلي الو السيد قلوهم يتذكروا لي مايك لخطرهم كشو الفوضى تاهم وانت تهدف جماعة جماعة اللي را ما اكتبوا المايك تاهم يتذكروا اوكي يبقى غير واحد فتح مايك با ما تصارناش فوضى تاهمينا ايا اوكي نرجعوا نرجعوا السؤال تاعنا في الباكالو 2021 واش قال لك اعطى لك محول لهذا المحول واش راح نديرو به هنغذيه بمنافذات المتصدرة وعلى باكم منافذات المتصدرة باش تمشي با 24 فوض واش عطانا خاصة ستاعه اعطانا خامسين هيرتز هي الافريقون ستاعه ماتين وعشين ستاشر 24 واش معنى المحول خافض جهده الاولي ماتين وعشين فوض والجهود الثانوي اللي غذي الحمولة اللي غذي منافذات المتصدرة اصدر 24 فوض متنعوب وعطانا مية فيا جماعة الاستطاعات لازم تعرفها من وحدات اذا اعطالك استطاع وحدته فيا واش معنتها استطاع الظاهرية اذا اعطالك وحدته وات معنتها استطاع الفعالة بي واذا اعطالك وحدته وار واش معنتها استطاع الارتكاسب هكذا بعدها في السؤال سبعطاش واش قال لكم؟ قال لكم فسر خصائص المحول ها نبدأ ها نفسرهم اول حاجة خمسين هيرس اللي هي اللي هو التواتر ربع عشين فوض والجهود الثانوي الذي يغذي الحمولة في حالة الحمولة ميتين وعشين فوض والجهود الاول الذي يمتصه المحول من شبكة ما بين فاز وناتر وثثمية وثمانين اجماعة اه قدكم ثمية وثمانين مية فولت امبر هي استطاعة الظاهرية انهار يجيك هذا السؤال حاول ديمة ميتشو مياه فيا اكتب اس انوش تساوي استطاع الظاهرية تساوي جهد الاولي في تيار الاولي هو ميتين وعشين فولت وتساوي كذلك جهد الثانوي في تيار الثانوي يساوي ربع عشين فولت اذا مية فوض والجهد الاسمي للملف الاولي اللي يمتص من شبكة الكهربائية ربع عشين فوض والجهد الاسمي للملف ثانوي الذي يعطيه للحمولة واخر حاجة ميتشو مية 50 هادس اللي هي تواثر الشبكة هذا بنسبة السؤال 17 سؤال 18 احسب تيارات الاسمية في الملف الاولي في الملف الثانوي مجرد نشوف هذا السؤال تعتية اولي والثانودي ما ركز على الاستطاع الظاهرية هي العلاقة الوحيدة اللي تجمع ما بين ملف الاولي والملف ثانائي في التيار الأولي بما أنو عن أستطاع الظاهري وش نتسوي الدولة الأولي في هذه الأولية ولا تسوي الدولة الأولي في هذه الفن نبدأ في هي تيار الأولي ما يصعله شيء يصبح تيار طر Real viner وعن يساوي الاسطاعة الظاهري على جهد الأول والسطاعة الظاهري في هذا النظر الذي ي какие نعطى الميات صندوق الأولي المازالات ون์بر وعني مئة كيلو فيا كيلو ويش لازم تحولوا تحولوا الى اه الى يعني في عشرة قوة ثلاثة ديما نخدمه بوحدات دولية هكذا اذا مش تساوي اس اي نعطاه نا مئة تقسيم مئتين وعشرين اذا اي واحد وشي يساوي السيف وفاصل خمسة وربعين امبه بنفس الطريقة بنفس الطريقة بعد ما حسب تيار الاولي روح نحسبه تيار الثانوي كما تلاحظوا تيار ثانوي هنا وشي يساوي يساوي اس اي على واش على الجهد الثانوي ادي سؤال فظل اه اta هذا القانون تا استعاد الظاهرية دايما كنشوفوه نحطه دايما هو اللوم دايما اكتبوا هو هو المفتاح تأتمرين هو المفتاح تأتمرين كان يقولك تيار اول وتيار ثانوي يمد لك الاستعاد الظاهر ان اخدم بok concern واذه تعرف الجهد الاول بتعرف الجهد الثاني هو ما دايما شفو اسعاد الظاهرين اكيد يكون هداك هات السؤال احتمال دماء فوق تعمل ما يقول لك هذا السؤال كيمتلك استعاد الظهر ماشي اشترك اولي ولا هكذا العافة اذا بنفس الطريقة جماعة وش عنا تياه ثانوي يساوي يساوي استعاد ظاهرية على جهد الثانوي وجود الثانوي اعطاهنا ربعة وشين فوت وش يساوي مياه على ربعة وشين فوت وكي نحسبوه شناكو تياه ثانوي يساوي ربعة فاصل 16 امبر هذا من سؤال ثمنتاش بكالوريا الفين واحد وشرين موضوع الاول هكذا اه كين اسئلة بنسبة هذا السؤال وما كانش هيا جماعة نحسب لو كان ما يقاطع نيش حتى واحد حتى واحد روح سؤالي بعد من الخمسة اويت فضل علي عطان اذا كان عدد لفات الاولي ان واحد وعدد لفات ثانوي هنا تقدر تستخدم بها ثاني وش معناتها وتساوي ان اثنين على ان واحد بس صح لا مدام اعطالك اسئلة منها مباشرة عندك استطاع الظاهرية تشوف معي وعندك جود الثانوي وعندك جود الاولي صايف مش يشاطوش ليمد لك القيم ليمدهم لك لازم تخدم بيهم اوكي شغل سهل سهل اجابة قد ما تقدر وين تلقي اسهل اجابة اخدم على قدع هذا يطلب منت نسبة تاحوي يقدر حواج واحد اخرين الى اخر على حسب اسم فاهمين واحد زوج ثلاثة اربعة خمس نكملوا روحوا لي بعدها جماعة روحوا السؤال اللي هو قده مش يخرجوا لي اللي سموه بسكولة روحوا لي خرجوا لي تعال لكاملة هيا سؤال ثلاثة باك الفين واحد ونشرين موضوع الاول هاكم تشوفوا في سؤال هذا وش قالكم في السؤال ثلاثة ش قالكم قالك اكمل على نفس المعلم ارسم التوترات تعواج توتر توتر اللول بين الطرفين المكثفة سي واحد وتوتر الثاني اللي هو توتر في سورتي توتر مخرج على وثيقة الاجابة ثنين ثنين باقبل جماعة بل ما ترسموه المخاططات الزمنية لازم تركزوه في الان او خمسمية وخمسة خمسة شوفوا اسكوا وظيفتها توليد اشارة ساعة ولا وظيفتها مؤجلة كيما راكم تشوفوا هنا يا راكم تلاحظوا باللي ستة واثنين مربوطين مع بعض اذا بما انو ستة واثنين مربوطين مع بعض وش نقولو هذا التركيب مش وظيفة تعوه هذا تركيب وظيفة تعوه توليد اشارة ساعة معنتها بي صورتي وش راح يمدلي راح يمدلي إشارة غير مستقرة. ما معنتها؟ يمدلي واحد منطقة سفر منطقة واحد منطقة سفر منطقة. إشارة دورية دورها تيوشي سياوي يساوي تيقاش زيتية. من بعدها بعد ما نشوف هذه ونشوف نشوف نشوف دارة الشحنة ودارة التفريق. دارة شحنة وش معنات هذا الشحنة جمعه؟ ركزوا معي منه. هو حالة انتقال تيار من مصدر الجهد حتى يوصل للمكثير. هكذا. التيار كي يبدأ من VCC وين يمر؟ يمر عبر R-A. ما بعده وشي يلقى؟ يلقى R-B ويلقى ديوت في الاستقطاب المباشر. وديوت يعود على التوازي في الاستقطاب المباشر ديما وش وظيفته قصر العنصر الذي يوازي. إذن في هنا المكاثفة تشحن عبر واش نقوله مكاثفة تشحن عبر R-A فقط. ودارة التفريق. وش هي دارة التفريق؟ هو حالة انتقال التيار من واش من طرفها المكاثفة اللي يجب يروح للقاطبة السبعة. إذن تيار كي جي يطلع يلقى R-B ويلقى ديوت في الاستقطاب العكسي. والديوت في الاستقطاب العكسي ماذا يمثل؟ قاطعة مفتوحة. إذن مكاثفة تفرق عبر R-B. إذن مكاثفة تشحن عبر R-A فقط. وتفرق عبر R-B فقط. وهذه الإشارة نسميها إشارة مربعة لأنه زمن الشحن يسوي زمن تفريق لأن R-A وشي سوي R-B. نجعل السؤال تعنا. آآ وظيفة هذه الدارة وشي قلنا توليد إشارة ساعة. سخولي التليفون. مع. مع. حابة نعطيكم طرقة الرسم من الصموة. ما شعلكم بالزافة. عاكم تشوفوا الرسمة عندكم واضح. هو واضح عندكم. عطيتكم هذي يا N-O 555. R-A-R-B والديوت اللي يقصر لي R-B أثناء أثناء الشحن. شوفوا يجمع اللوكين نشوفوا البنية الداخلية تحت N-O 555. شوف شندير. شاكم تلاحظوا في N-O 555. مش كان في البنية الداخلية تحت. لو كان كنتم تلاحظوا مقحل N-B-N يعمل هو الوظيفة ووظيفة هو ليفرغ المكثفة. كيعد كيو باري ساوي واحد. وقلب R-S حيث الـ R-S باش ينشطوا ينشطوا بالواحد منطقي. ومضخيمين عمليا يعملان عمل عملة مقارن. مش معناتها يقارنوا ما بين جهود ماجعية وجهود تحت المكثفة. وعند المقاومة هذه بأن نخدم بها الجهود المرجعية. شوف كنا نرسم الرسم. أول حاجة وشان نلاحظوا. هذا القطب. هذا القطب غير العكس. المقارنة السفل الاثنين. هذا وشي يساوي 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 واحد على ثلاثة VCC. هذا ديما جهود تعوي ثابت. كيف نحسبوه؟ نحسبوه بقاصم الجهود. المقاومة المعنية هذه اللي هي R على ثلاثة مقاومة معنى ثلاثة R في جهود تغذية VCC. هذا وشي يساوي واحد على ثلاثة VCC وسموه جهد مرجعي. وكذلك هذا المقارنة العلوي القطب العاكس كذلك جهد مرجع تعويش يساوي ثلاثة اثنين على ثلاثة VCC معنى المقاومة المكافئة هذه. ثلاثة R على المقاومة الكلية وشي هي ثلاثة R في جهد التقليل. صايمة فوما هذه. من بعد اجمع بنا ارصم الاشارات وش لازمني لازمني منحنى متاع جهد بين الطرفين مكثفة ومنحنى الثاني وشي هو اللي هو وين حاني وشي هو منش تسمعيك ملع. ماشي سحفة أسيارت لكم. ماشي سحفة أسيارت لكم. هلو. جماعة كين واحد رام شغل مكبر صوت الصوت تعارى هيتعاوي. اوك تفاضلي تفاضلي وش هو سؤال تاعك تفاضلي. ساتك يقول لي واحد على ثلاثة VCC واثنين على ثلاثة VCC ماذا يمثل. هذا يسموها جهدية العتبة جهدية العتبة وش يسموها وش يسموها كثيفة تبتتتتأرجح بينهما. يسمها عتبة التبديل معانتها المكثيفة كي توصل الاثنين على تلاثة VCC مزيد تشحن واشي يصيرها؟ تقولي تفرق تعالي تفرق واشي يصيرها؟ توصل وعدة تلاثة VCC مزيد تفوت هذه المقطة معانتها تبقى متأرجحة جود المكثيفة متأرجح بين وعدة تلاثة VCC واثنين على ثلاثة VCC الذي يسموها عتبتة التبديل صحيب؟ مصلتك إجابة صحيب شما عم؟ لعفو هاي نبدو نرسموا الاشارة هاي نبدو نرسموا الاشارة شوفوا معايا في الحالة الابتدائية المكثبة الجهد تحوش يساوي حالة ابتدائية تعال مكثبة كتشريها اول مرة كده يكون جهد تحب بالمنطقة شي يساوي 0 فولت هكذا صحيته من بعدها هنا المكثفة هاكم تشوفوا في السيدي السيفر واشمعناتها مدام مكثفة يساوي السيفر شوفوا القطب هذا تعال ناقص على المقارنة لاول باش مربوط اخي مربوط بالمكثفة إذن جهد مكثفة يساوي صفح هذا جهد قد يساوي يساوي زيره لكن شوفي هالصفر هذا كمان ديل الفقرة لا مشاركة الفقرة إذن وش نقوله هنا يا شكون أكبر واحد عدد ثلاثة في السؤولة زيره هو تلاحظوا بلي واحد عدد ثلاثة أكبر وما صولة بالقطب غير العكس إذا المقارنة هذا وش يخرج مقارنة لول يخرج واحد منطقة ولا يخرج بي سي سي إذن في صورة اثنين هذا وش يساوي 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 ويساوي واحد منطقي إذن هذا في صورة اثنين فاش يتحكم يتحكم في مدقى الآس قلب الآرس إذا الآس ما الجماعة وش يساوي يساوي واحد تفاهمنا عليها بالنسبة لقلاب بالنسبة لأس دسم المقارنة الثاني مدخل غير العكس كذلك مربوط بالمكثفة على هذي كنتكم لازم ثنين وستي تربطوا مع بعض بها تولدنا إشارة ساعة شوفوا المقارنة الثانية ما أكبر صيفر ولا ثني على ثلاثة في سي سي أكيد ثني على ثلاثة في سي سي ثني على ثلاثة في سي سي جماعة باش موصولة موصولة بقطب العاكس إذن في صورة واحد وش يساوي يساوي زيرو فور يساوي زيرو فور إذن هنا بما أنه في أس واحد يساوي زيرو فور إذن يساوي صفر إذن نقلب أرس أسكل أر هو اللي ناشط ولا أس هو اللي خامل أسكل أس ناشط ولا أر ناشط كما كنت لاحظوا أس عطاك الواحد معناتها ناشط والأر خامش كون يتحكم في المخرج في هذه الحالة أسكو أس ولا أر اللي يتحكم في هذا المخرج اللي هو أس مخرج كيوش يساوي يساوي واحد المهم اللي عندو الله أبو لازم تبقى تفاعل معي يكون ہاج年 تجاوبني تفاهمينا عليا دي قلته لازم واحد ليبقى الهدى estate camp يساوي واحد وأرير يساوي صفر المخرج كيوش يساوي حرا ماهي معك سر مخرج كيوش يساويurrection 1 إذن كيبررج معه شيساوي بما أنه كي 세상 واحد كيبررش يساوي يساوي صفر الصدر أickt يعجزر بشوي كيبرة فا شيتحكم يتحكم في المقحل بما انو كيبار يساوي سيفر المقحل وش هيحيكون مانع ما حيكون مانع اذا في صورتي في هذي الحالة وشون قولوا شوفوا يا جماعة مكثرة شرهي حالة ابتدت سيفرش تكار الصمت هيا وفي صورتي وش يساوي وفي صورتي وش يساوي يساوي واحد منطقة يساوي في سيس هني يصمت زوج نيقاط يعني اول حاجة الصمت زوج نيقاط من بعدها من بعد هالمقحل وش به مانع وش معنى تمنع معنى تيار هذا ليجي من في سي سي وياهبط هذه النقطة مستحيل يروح قطب سبعة له ما يرحش قطب سبعة لأنه مقحى المانع وش يعتبر قاطعة مفتوحة بنواج كولكتور ويميتون اكذا اذا ما شا يصار المكثلا في هذه الحالة بما انه مقحى المانع هذا التيار يجي من يترول في اس If i cr Christie واني راه جمعة يروح عبر اراع بع Meiص مع ان يروح المكث спасибо واش هصال لها في هذه الحالة مكثلا م particف الsterع ligne ما بوصلك في المصدر جود شح السرع он لاحظت تتحن واشاحا وتتحن رائحه نتتحن المكث Beth prim çekkar انجمagه واشوف تجارك من خرج عندكم مي dispersي لادرح من هذا المكان لانه مقحى المانع يروح المكثفة. المكثفة تبدأ تشحن شروع الشحونات تبدأ تشحن و دارة الشحن هذي وشياء هي دارة أصفر. أيوة دارة شحن دالة شحن هي دالة أصفية حتى المكثفة وين تقصل واحد على ثلاثة بي سي سي كتوصل هو عدد الثلاثة بي سي سي جماعة شو معي كتوصلوا حدا ثلاثة بي سي سي. شوفوا المقارنة السوف لي مقارنة سوف لي وش يكلي تلاحظون جهدين تساوى صحول لا لا يتساوي جهدين في المقارنة وش يصار تحدث حالة التبديل مقبل في سورتي 2 كذا كان مقبل كان يساوي واحد منطقة في السيسي وش هيولي في هذه الحالة يولي اس وش يساوي يولي في زي 2 يساوي في 2 ناقص إذا في اس 2 وش يساوي زيرو إذا اس يجمع وش يساوي يساوي زيرو صح ولا لا لا والمقارنة العلوي يكون أكبر 2 عن 3 في سيسي والله واحدة لثلاثة في سيسي اللي هي 2 عن 3 في سيسي باش موصلة بالناقص إذا R وش يساوي يجمع R؟ R وش يساوي يساوي السفر بما أن S يساوي السفر وR يساوي السفر وش نقوله؟ R و S معزولين لقل لا في هذه الحالة وش يدير يعمل في حالة الاحتفاظ وش يدير يحتفظ بالحالة السابقة للمخرج المخرج في سورتي كده يقينها مقبلة يقينها VCC إذا هذه الحالة وش يبقى؟ يبقى كذلك يبقى كي يساوي واحد يبقى حالة احتفاظ كي يساوي واحد إذن في صورة تجمعه ما يساوي يساوي VCC شاهدت المكثفة وين وصلت حد الآن مكثفة وين وصلت واحد على ثلاثة VCC وبما أنه كي يساوي واحد كي باروش يساوي يساوي السفر مقحله شي يبقى يبقى ديما مانع يعني المكثفة مادم أنه مقحل مانع يعني المكثفة تستمر في الشحن تستمر في أشحن من بعد هالمكثفة زي تكمل في الشحن تاحا حتى نتوصل شوف معاي حتى نتوصل واش ثنين على ثلاثة VCC شو معاي كي توصل ثنين على ثلاثة VCC شو تده ركز الملحنة كي توصل ثنين على ثلاثة VCC وش يحدث ركزوا معاي مني شو المقارن السفلي المقارن السفلي القطب العكس ثنين على ثلاثة VCC وقطب غير عكس وعدد ثلاثة VCC المقارن في هذه الحالة وش هي خرج لي هي خرج لي صيفة زيرو فر هكذا لأنه جهد القطب العكس أكبر من جهد القطب غير عكس هذه أول حاجة والمقارنة العلوي يجمع وش هاكم تلاحظوا باللي الجهدين المدخلين وش بهم تساواوا مدام تساواوا وش حيث يحدث راح تحدث حالة التبديلية في صورة واحد ما نقبل وش يقينها الغينها زيرو إذن وش تولي تولي واحد صحيح إذن ار وش يصبح يصبح واحد إذن بما أنه ار يساوي واحد واس يساوي السفر ار هو ناشط وش يدير ار المخرج القلب ارس يمسح القلب إذن كيوش تولي جماعة في هذه الحالة كيوش تولي تساوي السفر بما أنو كيوش تساوي السفر شتكفر المخرج وش هباط في صوته باطة الزير صحيح وبما أنو كيوش ساوي السفر كيبار وش تساوي جماعة تساوي واحد وبما أنو كيباروس ساوي واحد هم يقحل اش يولي جماعة يولي مشبه وكي يولي مشبه وش يولي قاطعة مغلقة إذن وش حيحدث lilac switches man يحنا القطب السبعة مشبع وش يولي يولي مصدر جهد VCC كما كنت شوفه في باش موصول موصول بواش نتبعوا هذا الخط يولي موصول بالجين دي. اذا التير هذا اللي يجي من VCC اسكو يروح المكثفة والله يروح المسلك السهل جاوبني لك تسمع فيها. هذا التير اللي يجي من VCC اسكو يروح يكمل يروح اكيشحن المكثفة والله يروح للجين دي. جوابني. هلو? هلو? روح للجيان دي. اي روح للجيان دي. دي ما تيار يسلك المسلك السهل. وبالتالي. روح للجيان دي. طا حيتي. في هذه الحالة وشو نقوله المكاثفة. أصبحت مقصورة. صح ولا ايه. والمكاثفة مقبل. عندها الشحونات ولا ما عندها الشحونات. خيمة شحونة. وشي قيمة شحني وصلت لها. قيمة شحني وصلت لها قدها. وصلت اثنين على ثلاثة. اذا هذا التيار اللي موجود في المكاثفة. شوفوا المكاثفة شو ولت مربوطة. ولت مربوطة مع اير بي. ومربوطة كذلك مع جيان دي. اذا مكاثفة في هذه الحالة. وش تلعب؟ تلعب دور مولد. وش واضفتها لازم تفرغ الشحونات الموجودة اللي في داخلها. اذا شو نقوله المكاثفة في هذه الحالة. تفرغ عبر مقامة اير بي. وقاطبة سبعة. اذا تفرغ وش رح يكون كذلك. رح يكون كذلك دالة اوسية وش بيها متناقيصة. شوف معك بح تكون. شوفت المكاثفة كيف يبدأ يروح. اوكي هذا وش هو مصدر الجهد. وهذا تيات على المكاثفة. شوفوا السهم الاول. يروح عبر اير بي. وبعدها يروح قاطبة رقمة سبعة. شوفوا المكاثفة وصرالها بلون الاخضر. وش صرالها فرغة المكاثفة عبر واش? عبر مقاومة اير بي. وهنا الفي صورت يا جماعة وش يساوي. بي صورت وش يساوي يساوي زيرو زيرو. زيرو. عقم شو زيرو. من بعد هالمكاثفة كي تبدأ تفرغ 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 تفرغ. كان يوحد القيمة توصل لها. قد هذي القيمة يا جماعة. قد هذي القيمة. هذي القيمة قد هذي القيمة قدها. اليا واحدة لثلاثة في سي سي. شكونا هاي جماعة خبشنا في اللي نسموها. وانا احنا نجلقها هذي تعال مسح. اي فاصي. اوكي. صحيح. اذا نقولو. المكاثفة كي توصل واحدة لثلاثة في سي سي. شو شا هي صراحنا. المكاثفة اخي تحكم في القطب الثنين وقطب الستة. شو شاشي صراحنا. كي توصل واحدة لثلاثة في سي سي. المقارنة السفلي. وش يصار له جماعة. جهدين تعوص صار لهم. تساوي وما تساوي. تساوي. اي وا. وش حيصان. راح يتبدل. راح تحدث حالات تبديلية. في صورت يتنق بلا كانت خي كانت زيرو. كمدام تساوي جهدين مدخلين. وش حيصان الجماعة. راح تولي. ولي اس يساوي واحد. عقلا. بمحالة تبديل. اذا اس يساوي واحد. والمقارنة العلوي. شكون اكبر واحدة لثلاثة في سي سي. هي مربوطة بالناقص. اذا في صورت واحد. وش حيصاوي. راح يساوي. زيرو فور. اذا ار وش يساوي جماعة ار فلي حاللي הם يساوي يحميل. إذا شكون الناشط اس ولا ار فلي الحالة. الراس. ايش. يدير. يضع المكارج او الواحد. محسور. فما يصديد فهم يساوي أجماع يصاوي واحد. إذا الفي صارة ووش يعمل. بلي واحد ولي واحد. وبما انه يتساوي واحد كي بارو وش يساوي جماعة. يساوي السفر. المقحل. واش يولي. اللاعو. واللي مانع. ولي مانع. يولي قاطعة المفتوحة. هذا إذاً بما أنه مقه المانع تيار هذا يجيب من VCC وين هو الذي يزيد يرغوه؟ عبر أسفل يرغو دارة مفتوحة او لا يرغو المكثيفة؟ وين رغو التيار هذا؟ مكثيفة يرغو المكثيفة زيت عاود؟ يرغو المكثيفة المكثيفة ما يصبح لها زيت عاود تشحن وتشحن دالة أسية وشية متزايدة بهذا الشكل التيار يمشي بهذا الشكل مستحيل يرغو قطر 7 برس كوميقه المانع وين يرغو؟ يروح المكاثفة المكاثفة الشيصالة تشحم دالة أصية والجهد المكاثفة يبدأ يزيد 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 حتى أنه يوصل في صوق 2 يساوي 1 حتى أن يوصل 2 على 3 VCC هكذا كي يوصل 2 على 3 VCC المقحى العلوي زادوا تساوي وجهدين مقحى العلوي تساوي وجهدين أخي كانت قيمة سابقة كده 0 بما أنه تساوي وجهدين يا جماعة وش يصير المقارن العلوي تبديل يحدث تبديل إذا نشي ولي R الـ R يساوي 1 وS يساوي 2 على 3 VCC و1 على 3 VCC يمكنك أكبر 2 على 3 VCC مصاب ناقص مع أنت S وش يساوي السفر والR ما يساوي يساوي الواحد 1 إذا المخرج مع كي هذا وش يوالي يساوي ممشي تحكم في المخرجть الـ R والـ S ر ما يتحكم موضع في السفر كي يساوي السفر وبما أنه كي ساوي السفر كي بار وش يساوي كي بار وش يساوي 1 وبما أنه كي بار هو واحد المقحى وش يولي هذا يولي مشبع يولي قاطعة مغلقة وهذا المقحل يولي يخسر المكثيفة إذن وش تولي المكثيفة يولي تياتي على ال VCC يروح والمكثيفة وش تولي الدرج معه زي تعاود تفرخ تولي بين طرفي واحد تان يهبط جهود المكثيفة واحدة لثلاثة VCC واحدة لثلاثة VCC يمشي بهذا الشكل والمكثيفة تفرغ الشحونات عبر قطب السبعة بهذا الشكل والجهود بين الطرفين المكثيفة يهبط نعلى ثلاثة VCC يوصل حتى نوعد ثلاثة VCC وهذا الشكل تبقى حالة لا مستقرة شحن وش يقابله في الشحن في صوت وش يقابله VCC في التفريق وش يقابله في صوت وش يصير صحيح هذا هو وش نسميها جماعة وش نسميه وش نسميه مخطط زمين تعوش تع المكثيفة وتع المخرج VS هكذا واحدة لثلاثة VCC وثنين على ثلاثة VCC وش نسميهم عتبة تبديل على سمينهم عتبة تبديل كما شرطوا كيتوصل مكثيفة عن ثلاثة VCC وش عيصار لها يتبدل يتبدل يسموه المقحة الولي في حالة تشبه المكثيفة وش يصارها تتفرغ ومن بعدها كيتوصل لثلاثة VCC يتبدل المقارن السفلي ويتولي المكثيفة في حالة تشع هذا بنسبة لسؤال واشي هو كيقول لك خرج للمخطط الزمني ولا منحنة البياني الجهد بين طرفي المكثيفة والجهد بين طرفي المخش إن شاء الله كينا أسئلة هنا ولا ما كان هيا جمع أسئلة هنا أنتم مش تحتاجوا جمع تحتاجوا هذا السمون المنحنة البيان هذا ولا يتار سمون هيا جمع بنسبة لن أو خمسمية وخمسة وخمسين نحسبنا الخمسة لي من الميساق سيني وش راح سؤالي بعده واحد فنين ثلاثة أربعة خمسة صحي ورحوا سؤالي بعد هيا رحوا سؤالي بعد سؤالي بعده وش قلنا هذا السؤال من ينتمي وشي هو سؤال 13 باكالو 2021 موضوع الثاني أجمع اللي دخلوا هذوين أنا في سؤال 13 باكالو 2021 موضوع الثاني صحي هذا السؤال ش طلب مننا قال لك سؤال 13 قال لك حدد شرط الابتدائية كونتسيو انيسيا في النظام جماعة كيف نحدد شرط الابتدائية هايش كون يجاوبني واحد يجاوبني سواء كان صحي سواء كان غالب هيا كيف نحدد شرط الابتدائية في النظام هيا؟ تفضل؟ تفضل 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 هيا بقى المنافذات في حالة تراحل منافذات في حالة تراحل من أعني لازم نروح نشوف المناولة الهيكلية ونشوف الملتقيطات المضبوطة عليها في حالة طرح هكذا جماعة شوف معي نعطيكم واحدة نصيحة ابدو بها هي الأولى يطلب منك هذا السؤال ما ترحش المناولة هيكلية أول حاجة لما نطرح روح متمن قيادة والتهيئة صحيح لكن شوف المتمن قيادة والتهيئة وشوظفة متمن قيادة والتهيئة وظيفته قيادة يمدنا أنماط قيادة كما هناك نماط قيادة نماط أو سيكل بسيكل وثلاث الوقت تهيئة وش معناته هو ليهيئة نظام ويرجع الحالة الإبتدائية شوفوا المرحلة ميو واحد ميو واحد وظيفتها تهيئة لألي نظام هنا وشكتب لك كونديسيو إنيسيا تخيلوا لو كان هناك تبلك الملتقيطات أكتب لك مثلا آزيرو في آزيرو في بواحد في سي زيرو إذن لما ترح مناولة هيكلية اكتبوا بلي كونديسيو إنيسيا تسويها صح أو لا لا بس صحنا اسكو كونديسيو إنيسيا رعطاهنا في الممات من قيادة والتهيئة ولا ما أعطاهها الناش ما أعطاهها الناش هذه الحالة وين نلجأ في رأيكم وين نروح روح المناولة هيكلية كامل خرجت عندكم مناولة هيكلية صحي في المناولة هيكلية ركزوا على واش نركزوا على الملتقيطات المضغوط عليها في حالة راحة ملتقيطات المضغوط عليها في حالة راحة ونشوفوا كذلك روافع حالة راحة تح نبدأ وجمع هنبدأ ونخرجوا لشورة الابتدائية أول حاجة وين روحه رخو رافعه رجمع وش هل هي حالة إبتدائية تح اثقو ساقة هارجة ولي الداخلة عاي شو معا نصو داخله وما بعد هي راحك سوال واحد داخل مع روافع ما ركز أثقو هل هي وحاية استقرار ألا ثنائية الاستقرار إذا كانت ستكون أحدا استقرار لكبرل تح مانتوا ديحلها في كونديسيو إنيسيا مأتد SayingForce وكتبته الدخلها وكتبته يدخلوك تعود ثنائية الاستقرار رفعة وفي حال طرحة يذهب إلى الجدول الأختيارات والget in an O01 ساقة رفعة داخلها ساقة رفعة خارجها بما بردئها الفرعة писاك التال fois هظاكم لهцион يكشف عن مغالق ما سيجعل عن ولكن ما س éléments يغلق Series الطراحة. يتغلق. إذن شو نقوله في بي. صحي. نكملوا. رفي عادي يا جماعة. رفي عادي تدخل ومدخلش. رفي عادي. كنت روح تشوف تدو اختيار وحدي الاستقرار وحدي. شروط الابتدائي. روحوا لي بعدها. شوفوا رفي عسي يا جماعة. جماعة خلاص الوقت. جماعة. قالوا. قولي عشر دقائق. نكملكم هذي نكملكم هذي وبعدها نكوبي ونعود. اوكي. متفاهمينا. شوفوا معي. رفي عادي. اسكوا ساقها خارجة ولا داخلة. جاوبوني. رفي عادي. اسكوا ساقها داخل ولا خارجة. رفي عا. اسكوا دساقها داخل ولا خارج. اسكوا تخرجوا من هذا من منولة هيكلية. جاوبوني. جماعة. لو انها لي ما تعرفش حالة رافعة. ما تقدرش تشوفها. كما هنا مش واضحة اций. واش يواضحها رافع coisa. واش يواضحها. ها اКак في هذه عالا جمعه. هنا. هذي السؤال كم ذكي شوية. هذا الحلوين تروح مدى ما ساعدتك همنولة هيكلية. روح. المتامي. روح المتامي. شوفوا النشغلة عشرة. شغلة رقم واحد. شوفوا بفعل مخص الا عشرة كتança عندikka تنشط. وبعدها مخصان. مخصة مخصان الحددش. ما يمكننا رافعها غذينا اناقس. وش درنا لها رح ندخلوا الساق متاحة. اذا ساقة رافعة واش كانت في حال طرحة? اسكو كانت ساقها خارجة ولا داخلة? بماني غضيتها? خارجة. كانت خارجة. عطيتها دي اناقس ما يعني تغذية عكسية حاب ندخلها. اذا حالة امتدعتها ساقة رافعة اه 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 اوش هي خارجة ولا داخلة? كانت خارجة. كانت خارجة جمعة كانت خارجة. هني غضيتها با دخلتها في المرحلة الاحدياش. معينتها اول المرحلة يبدأ في القراف 11 معناتها رافعة وش كانت كانت خارجة كي غضي تبدي انا قصدتها دخلتها اذا وش هو الشرط الابتداء تبدي ما شخص المتمنت على المرحلة الاولى مرحلة الاولى اذا هنا القابلية وش هي اواحد اذا رافعة اوش هي ياسعة وش كانت كانت خارج صحيح زيدوا رافعة بي هي ايا رافعة بي مرحلة 12 كنو شطة وش صارت رافعة بي وش درنا لها دي بيزيت حرجناها اذا حال فراحة تاحة وش كانت في رأيكم وش كانت في حال فراحة تاحة كانت داخل مدى نخرج داخلها معناتها فوا بي زيرو صحيح اذا فوا بي زيرو وش بقى نجماعة بقتنا رافعة الاخيرة هي سي صحيح لا لا سي نزيد وحو نشوف الاشغولة اثنين شوفوا اشغولة اثنين كيتم شط مرحلة 121 رافعة دي سي وش درنا لها غضي نابدي سي ناقصوها بي سي ازاي شوفوا معي باش غضي ناقص ناقصوها بي سي ناقصوها بي سي ناقصوها مانتها كانت خارجة اني حاب ندخلها اذا حالا ابتداء رافعة سي وش هي ساقها كانت خارجة وش هو خارجة اي ملتقى تاحسي واحد هذا سؤال مليح في الباكالو على موما كونديسيو انيسيا اذا مراجي يقولك يخرج لي كونديسيو انيسيا باش تبدأ تبدأ المناولة هيكلية شوفوا وين كانت هيت نظام اذا اعطاها لك واجدة شورة هذا وكامل لك تهنيت اذا ما اعطاهم لك شوين تروح تروح المناولة هيكلية صحيح تروح المناولة هيكلية وكتب دير اكتب مناولة هيكلية لو كان ما تساعدك شمناولة هيكلية تتلف لك ما بين رافعة ورافعة وش تروح تروح المتامنة على الاشغولات يعني اول فعل يتطبقوا لازم اول فعل اجمعه انا نبدأ لمرحلة احداشية لولا شتو كبيرا حد اطوصي تروح لمثلا مرحلة ثلاثة وثلاثين هذا تروح مرحلة ثلاثة وثلاثين تلقى فيها مثلا دي ازاي صح ولا لا لا لازم ابدأ لي في الافعال في الحالة الابتداية ها دي اهاول احداش دي بي واشي هو اثناش وديسي واشي هو واحد واشيرين بعدها من ما نستعرش به تفاهمينا جمع اذا كوش حندي راح نكوبي ونعود تسجيل تفاهمينا بس كو خلاصة ربعين دقيقة ونروحوا السؤالي بعد نحن كوبي